لا يحصل الخلاص من لذة الذنب إلا لما الإنسان يجد بديل لابد من تفريغ القلوب وملؤها القلوب تملأ وتفرغ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ثم يريه خير له من أن يمتلئ شعرا فلازم القلب يتملئ ويتفرغ قلتلكم قبل كده أن الناس اللي مش عارف يحفظ قرآن لأن قلبه مليان حاجات وحشة مش عارف يحفظ الزاكرة امتلت الهارد مليان محتاج تنظف وتفضيه تماما عشان تملح حاجة جديدة فلذلك لازم تتخلص من لذة الزم عشان تقدر تحب ربنا وتسير إلى الله اتنين وترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك اتنين ترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك يا اخوة احنا عايشين في مجتمع والانسان ابن بيئته المجتمع ده فيه الطيب وفيه الشرير فيه التقي وفيه الفاجر ليسوا سواء لكن السؤال كيف تنظر أنت إلى هذا وذاك كان لنا ورقة اسمها فقه التعامل مع البشر فقه التعامل مع الناس شوف ربي صحوة تعالى بيقول ايه جل جلاله اوى من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ونماشي في وسط الناس ونماشي بتعامل مع الناس محتاج نور اشوف بي الناس واشوف طريق في وسط الناس يا اخوة لما خلق الله الخلق لما خلق الله الناس جعل لكل انسان طريقا وخلق كل انسان لغاية ربنا لما خلق الخلق خلق ده دكتور وده مهندس وده دكتور في التخصص الفلاني ومكانه في المكان الفلاني وشغله على الناس الفلانيين وزبينه فلان وفلان خلق كده وخلق التاني كده دكتور برضو بس وخلق المهندس وخلق الزبال وخلق الكنس وخلق الميكانيكي والجزار والسباك والنجار والكهربائي وأعطى الذي خلق فسوى والذي قدر القدر والذي قدر في هدى هدى انسان لقدره لكن الناس هو مش عايز يمشي عدل في طريقه اللي ربنا خلقه ليه بيخبط في اللي جنبه هو ده بقى الغدر هو ده البغي البغي ان انسان يظلم غيره بانه يتعدى على خط غيره لو كل واحد ماشي في سكته اللي ربنا خلقوا ليها وبصروا بيها ومشى فيها ولم ينظر الى الاخرين لا بحقد ولا بحسد ولا باحتقار ولا بطمع كان الناس تعيس فيه امان وسلام لكن اكثر الناس هو مش عارف ربنا خلقوا ليه وخلق له ايه وداله ايه لانه مش باصص لنعم الله اللي بين ايديه باصص لنعم الله اللي عند الناس هي دي القضية لو كل انسان نظر لما اولاه الله من نعم وعارف ما اعطاه الله من مواهب وقدرات وطاقات لو عرف مواهب اللي ربنا ادهاله وعرف ربنا خلقوا ليه وخلقوا في ايه ويسر له ايه وقدر له ايه ومشي في سكته لم يلتفت هيمشي صح بدون مشاكل لو اني بقول صعب انه يمشي في الدنيا بدون مشاكل